سلطة الضبط تحذر متعاملية الهاتف النقال من الترويج لخدمة الجيل الثالث قبيل استلام التراخيص النهائية أجواء رائعة نرصدها لكم بولاية البوليدة قبيل مباراة الجزائر وابورك نفاسو وزيارة مجاملة تقود الوزير الأول عبد الملك سلال إلى مركز تدريب الخضر بي سيدي موسى بوتين يحص الأسد على تخفيف معاناة السوريين ونصر الله يؤكد بقاء مقاتله في سوريا حتى تزول الأسباب صباح سعيد نقضيه وإياكم في هذا العدد الإخباري المتجدد صباح الزائر والذي نقوم من خلاله باستعراض أهم ما جاء في الصحافة الوطنية والدولية في فقرة قاناة الصحف ونأتر بكم إلى أخبار الفيسبوك بخلال رصد تعليقاتكم وصوركم في فقرة فيس نيوز موسيقى حدر السلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية المتعاملين الثلاث للهاتف النقال من اعتماد الترويج الإشاري تحت علامة الجيل الثالث التي لا تتتابق حسبها مع الحقيقة وأوضح سلطة ضبط البريد في بيال الهامس إن الخدمات التي أشار إليها المتعاملون الثلاثة تحت علامة الجيل الثالث غير حقيقية حتى وإن وزعت عبر دعائم مكيفة للجيل الثالث كالحواسيب اللوحية والهواتف الذكية مادمت الترخيص لم تمنح بصفة نهائية بموجب مرسوم تنفيذي وأضف البيان أنه بإمكان المتعاملين الثلاث الترويج لمزايا هذه التكنولوجيا بعد الحصول على الترخيص النهائية سياسيا فتحت اللهجة الحادة التي تحدث بها الوزير الأول عبد الملك سلال من ولاية أملب واقي أبواب تأويلات حيال الرئاسيات المقبلة فأن يسل الأمر بالوزير الأول إلى حد تخوين كل من يسعى إلى عرقلة عمل الحكومة ويستهدف مسؤولها الأول فذلك مؤشر غير مطمئن على أن موعد الربيع المقبل سيكون مفتوحا على كل سيناريوهات خنشلا وأملب واقي لم تكن الولايتين الوحيدتين اللتين استقبل فيهما الوزير الأول بالاحتجاجات لكن أن تتطور الأمور إلى حد رشق الوفد الحكومي بالحجارة فكانت الولاية رقم أربعة الاستثناء والسباقة إليه اختلفت القراءة حيال هذا السلوك الذي كان وراءه شباب بطال ومواطنون ذاقوا مرارة التهميش وأزمة السكن لتستقر بعض التحليلات عند فرضية استهداف مقصود لسلال نتيجة مواقفه السياسية على مرمى حجر من الرئاسيات ردة فعل الوزير الأول باتهم جهة بمحاولة التشويش على عمل حكومته وتخوينه لكل من يحرك هذه الاحتجاجات يعطي الانطباع بوجود سراع فعلي حول خيارة المرحلة المقبلة تصريحات كهذه لا يمكن وضعها بمعزل عن السجال المحتدم بين سلال نفسه وأمين عام الأفلان عمر سعداني فإذا كانت العهدة الرابعة ودعم الرئيس بوتفليقة القاسم المشترك بين الرجلين فلماذا هذا التنابز والرسائل المشفرة في هذا الظرف بالذات وأيا كانت الجهة التي يخونها الوزير الأول فإن المقصود من كلامه هو كل من يسعى إلى عرقلة مشروع الحكومة قبل الرئاسيات فوعود سلال في ثلاثين ولايتان زارها حتى الآن لم تخرج عن سياق محاربة البيروقراطية وإعادة الاعتبار للاقتصاد وتحفيز الاستثمار والقضاء على الفساد وكل ما ينغس حياة الجزائريين وكل هذه الأمان لن تتحقق خارج غطاء استمرار بوتفليقة في الحكم حسب عقيدة رئيس جهازه التنفيذي يبدو أن فشل بعض الأحزاب في تحقيق أي تقدم بعد لقاءاتها الثنائية في الفترة الماضية دفع ببعضها إلى تغيير الوجهة نحو أطراف خارجية من خلال لقاء صفراء الدول وممثلي هيئات أجنبية قراءة في الموضوع في سياق التقرير التالي بعد أن قرأت اللقاءات الثنائية لبعض الأحزاب السياسية قبل أسابيع على أنها شكل من أشكال الحراك السياسي الرامي نحو إيجاد توازنات معينة يكون من شأنها إزالة ضبابية لازمت المشهد السياسي منذ مرض رئيس الجمهورية نهاية أفريل الماضي دخلت على الخط لقاءات أخرى لهذه الأحزاب ولكن هذه المرة مع أطراف خارجية هذه اللقاءات التي جاءت بطلب من صفراء عدد من الدول وإن كانت لا تخرج عن نطاق العادي في العرف الدبلوماسي إلا أن توقيتها وشكلها ومضمونها أعطياء أكثر من دلالة المطلوب هو أن يتم الحذر والتعامل بكثير من تحفظ خاصة في المواضيع التي تطرح في هذه الجلسات هناك أشكال رأيناها فيها تجاوز على سيادة دولة جزائرية خاصة لما تم ندوات صحفية مشتركة وكأننا نحن بصدد دبلوماسية موازية للدبلوماسية الرسمية للدولة الجزائرية قلق هذه الدول على مصالحها في الجزائر من وجهة نظر البعض من أحد أكثر المبررات إقناعاً فعهد الخروج عما هو مسموح مع أي طرف خارجي قد ولأ وما فضائح ويكيليكس عن ذاكرة السياسيين ببعيدة وبين من يصنف هذه اللقاءات في خانة العادي ومن يعتبرها خروجاً عن واجب التحفظ تبقى هذه اللقاءات مؤشراً آخر يضاف إلى جملة المؤشرات التي تؤكد حالة عدم الرؤية لكثير من الفاعلين السياسيين في الجزائر قطاع أقل ما يقال عنه أنه قطاع مثقل بالمشاكل هو قطاع الصحة الذي تعددت مشاكله بتعاقب المسيرين عليه غير أن تنصيب الوزير عبد المالك بوضياف في هذا المنصب الحساس وخراجاته الميدانية المفاجئة للمستشفيات يترح عديد تساؤلات عن مستقبل قطاع الصحة في الجزائر وعن إمكانية الوزير الجديد القضاء على تركماته الماضي خرجات ميدانية وزيارات مفاجئة لمؤسسات استشفائية عبر الوطن هي الاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها عبد المالك بوضياف منذ توليه منصب وزير للصحة في فترة لم تتجاوز الشهرين لقاء الوزير بالشركاء الاجتماعيين نهاية الشهر الجاري قد يكون أهم قرار يتخذه بوضياف من أجل تهيئة أجواء الانطلاق الفعلي في تجسيد تصوره رغم الشكوك التي لا تزال تراود النقابات هناك تقدير متبادل إذا النقابة عندها واجب عليها أن تقدر الدولة الجزيرة وما يمثل الدولة الجزيرة أهم ما طالبنا القانون الأساسي من باب تعديله المعادلة بين الديبلوم الجديد والقديمة الجرح الأسنان والصيدلي العمل على تطبيق المادة 19 في القانون الأساسي نحن نطلب التطبيق لا يحقق التطبيق في الميدان نحن نقش فيهم خلاص نقش في سنتين كل عام يقول لك أنا العمل الصحي والطبي راح يتطبق زير الاستثناء هذه المرة إعاقته الحركية جعلت الكل يتخلون عنه حتى عائلته صغيرة وضع حول حياة عبد الرحمن من تيسمشيلت إلى مأساة حقيقية منذ سبع سنوات ولأن الأزمة تلد الهمة كما يقال لم يفقد عبد الرحمن باسيس الأمل في استعادة الحركة مجدداً وتحدي ثعاب الحياة البورتري من توقيع سومية سافو ظروف صعبة ومزرية أرقت حياته بعد أن تخلت عنه زوجته وأبنائه وتركته يكابد مسؤولية الاعتناء بنفسه وهو الشخص المعاق عبد الرحمن صورة حية عن معاناة ظلت حبيسة أربعة جدران بأحدى القرى النائية بولاية تيسمشيلت منذ أزيادة من سبع سنوات يعيش عبد الرحمن وحيداً في غرفة لا تتجاوز مساحتها الثلاثة أمتار يخدم نفسه بنفسه حال عبد الرحمن الذي لعائلة له استجلبت عطف بعض الجيران من ذوي القلوب الرحيمة وفي انتظار أن تلقى أهاتو عبد الرحمن دعم المحسنين يطرح السؤال عن أموال الرعاية الصحية التي تصرف عليها الدولة الملايير دون أن تجد طريقها لأمثال هؤلاء يعيش سكان حي الزواوي في بني ثمو بالبليدة في ظلام دامس منذ عشرين يوماً بسبب انقطاع التيار الكهربائي المشكل يضاف إلى مصاعب عديدة تواجه سكان الحي القزدري الصفيح قبل أكثر من عشرين عاماً لا يزال مسلسل معاناة سكان حي الزواوي متواصلاً آخر حلقاته انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من عشرين يوماً أثناء تجولنا بين الأزقة حز في أنفسنا التوقع بتبعات الشروط الحياتية ومع ذلك تبقى طموحاتهم البسيطة معلقة بإيصال منازلهم بالكهرباء تبقى أن أمور تعزيق وحشاك وسوال حذوق رأي بشوية لا نطلبين كلش ضربة واحدة ولكن كيف يسوون الوضعية تانا؟ بس كنا نظرنا على الهامش من دمجين البلدية هذه ونتعامل مع البلدية كلش عندنا حقوق بلدية هذه ويرتبط السبب الرئيسي في ترد الأوضاع المعيشية لهذه العائلات لطبيعة هذه البيوت التي تشكل حزاماً قصديرياً لبلدية بني تامو لا لديهم أي حق لكي يدعون لهم كونتول هذه السكنات هذه هي هشة عندما أقول لهم أن أولادهم كان خطر وصلنا للغاز نظراً للقوانين اللي يسيروا بها ممنوع لكي يدعون لهم تريستيف عندهم اليوم نحن رأنا واقعين في مشكل تأسكن نحن هنا في بني تامو ما كانش لازم أن نقول لهم حل طريقة وحدة أخرى لازم نسكنهم تتشبث هذه العائلات بالحياة وتنتظر بفارغ الصبر إيفاء السلطات بوعودها وإجلائها إلى سكنات مريحة في إطار التكفل بترحيل سكنات الأحياء القصديرية أحيا الجزائريون أمس على غرار شعوب الأمة الإسلامية ذكرى عاشرة بالسيام وتبادل الزيارات العائلية في بعض مناطق الوطن المناسبة وإن كانت فرصة لسلة الرحم إلى أن البعض يجهلون المغزى من سيام العاشر والتاسع من شهر الله المحرم عاشرة مناسبة دينية يحتفل بها الجزائريون على غرار العالم الإسلامي حيث يصمون اليوم التاسع والعاشر من شهر محرم تبعا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام يصموا التاسع والعاشر يصموهم يعني كلي يصموا التاسع والعاشر كلي يصموا التاسع والعاشر والحداش الله عز وجل نجى موسى عليه السلام في هذا اليوم فصمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بصيامه ورغب في صومه فالسنة أن الإنسان يصوم التاسع ويصوم العاشر زيادة على فضل الصيام يمارس الجزائريون في العديد من المناطق تقاليدا وعادة ارتبطت بهذا اليوم الفضيل مثل ما هو عليه الحال بقرية تيزي رشد بيتيزي وزو كما اقترنا يوم عاشرة بإخراج العديد من المواطنين لزكاتهم يعني كثير من ذلك أنا أصبحت عدنا عادة أن كثير من الناس حتى باش ما ينسوش الزكات يربطوها بعاشرة علش نقولوا احنا يعشروا فيربطوها بعاشرة إذا ضار عليها الحول وبلغت النصاب فواجب على الإنسان أن يخرج زكاته وبين بعدها الديني والثقافي تبقى عاشرة مناسبة لكسب الأجر والثواب وتثبيت روابط الأخوة بين أفراد المجتمع التفاف العائلة حول سنية ما يسمى بالقشقشة بعد وليمة عشاء متميزة هي عادة قسنطينية تنفرد بها عن باقي ولاية الوطن للاحتفال بعاشرة بعد الصوم والزكاة اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عواطف علي وعاشت الاحتفال بليلة عاشرة وسط هذه العائلة القسنطينية برودة التقصي في الخارج زادت من دفء اللمات العائلية حول أشهر أتباق القسنطينية التقليدية قبل صينية ما يسمى بالقشقشة وهنا تكمن مقاصد دقوس الاحتفال بعاشراء عائلة علي وش مثلاً القاتنة بهذا الحي الراقي وسط قسنطينة استقبلت المناسبة الدينية بحرارة الشوق إلى عاداته وتقاليد الأجداد الالتفاف حول الصينية هذا الفطور المميز بعد صيام تسوعا اقتداء بسنة المصطفى هي أجمل لحظة عند السيدة كريمة التي تحاول المحافظة على عادة الأسلف من الاندثار مظاهر الابتهاج بعاشوراء لا تكتمل دون قشقشة عادة عريقة تسر العائلات القسنطينية على عدم التخلي عنها على الرغم من التنقض في أصولها القشقشة اسم غريب لديه معنى روحي واجتماعي أكبر من كونه أكل الكل يحتفل بعاشوراء على طريقته لكن قسنطينة تنفرد بعاداتها العريقة النابعة من تراثها الأصيلة مجموعة مزالكين الخير مجموعة شبانية أرادت أن تشارك الاحتفال بيوم عشراء مع عابرية سبيل والأشخاص من دون مأوى قامت بتوزيع 150 وجبة ساخنة على هذا الطبق التقليدي المعد خصيصا للاحتفال بذكرى عشراء اجتمع شباب في مقتبل العمر لا ينتمون لأي حزب سياسي أو منظمة بل ينظوون تحت مجموعة سموها مزالكين الخير اجتمعوا ليتشاركوا طبق الشخشوخة مع عابرية سبيل أو من رمتهم أقدارهم إلى الشارع نطيبوا وجبة ونمدوها الناس اللي يترقود برها لبالك ما عندهاش يكوني لحق لها الحمد لله كاي المجموعة خيرية راحي الدعم وإحنا كما كل المجموعة الخيرية عدنا نهار في سمانة ولكن اليوم بمناسبة عشراء هي الحاجة يجمعنا قاعد كهدف واحد هو الخاء وجهتهم بعض الإفطار كانت ساحة البريد المركزي وساحة الشهداء لتوزيع 150 وجبة تكفلت إحدى السيدات بإعدادها خصيصا لهذا اليوم نحيو الأم عدوا معنا طيبتنا الشخشوخة لكي نعاون المحتاجين والفقارة نعطيهم العشاء بمناسبة هذا اليوم يوم عاش وراء حاجة خفيفة أكلة شعبية تعنا تمح بنا يعيش ولولو كان يوم في واحد يعيسيه ويعيشوش عشنا حلاف الدع ما نقرر عن أبعاد باش نوصل لهم هات ميصر على الرغم من أن الكثير من الأشخاص دون مأوى رفضوا اقتراب الكاميرا منهم إلا هذا الثنائي الذي أراد تحية هؤلاء الشبان بطريقة عفوية الحمد لله علينا رانا في جرتهم لا بس رانا بخير علينا رانا الحمد لله والله لهم طالبين رحمة ربي أنا هذا اليوم دعوا فينا وحد الخير اللي ما يتكونش حب الخير هو من جمعهم فهم يمثلون عينة صغيرة عن شباب بدأ في الآوينة الأخيرة في رسم صورة إيجابية ومتفردة تثبت أن العطاء لا يزال متواجدا في المجتمع الجزائري مبادرة تستحق الإشادة وقعت وزارة السياحة اتفاق تعاون بين ممثلي القطاع وممثلي قطاعات أخرى بهدف تشجيع السياحة الصحراوية التي تأثرت انعكاسات التدهور الأمني الحاصل في مالي وبعض الدول المجاورة للجنوب الجزائري مفادنا إلى تمنى رأس عبدالقادر خربوش التقى عددا من الحرفيين وأعاد الروبرتاج التالي أينما حل الإرهاب غابت السياحة هذه هي القاعدة التي تسري هنا في الجنوب الجزائري والتي أنهكت تجار الصناعات التقليدية والحرفيين هنا بتمن راست صناعة تعد مصدر رزقهم الوحيد اليوم ومع ما تشهده منطقة الساحل من اضطرابات أمنية باتت سببا كافيا لعزوف السياح لجانبي عن التوافد إلى المنطقة المنتوج الحرفيين هذو كل موجه للسائح اليوم سيح مكان منعدم وهذا يعني يزيد كما نقوله نزيد الطينة بلا هذه الفئة الروحة رايحة عاني من هذا التوقف التام للنشاط السياحي المنطقة لم تقتصر آثار تراجع السياحة في الجنوب الجزائري على الحرفيين فقط بل أضرت بالجميع فبشير سلمان واحد من تجار صناعات التقليدية وجدناه في محله ينفض الغبار عن سلعته التي اشتاقت لمن يقلبها أو يقتنيها مذ أن بدأت تهديدات الجماعات المسلحة في الجنوب بخطف السياح لجانبي وطالب الفدية أعمال زادت من مخاوف بشير عن مصير حليه ومنحوتاته التي تكدست منذ مدة طويلة لم تجد آلة الإمزاد هاته من يقتنيها منذ أكثر من شهرين بسبب عزوف السياح لجانبي عن المنطقة في دل الإطرابات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل أمر أثقل كاهلة تجار صناعات تقليدية هنا بتامن راست تعقد اليوم وغدا بروما الندوى الأوروبية الثامنة والثلاثونة للتنسيق دعم الشعب الصحراوي في نضاله ضد الاحتلال المغربي الندوى تأتي مع تعالي الأصوات الدعية عبر العالم إلى احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المختلة ووضع آلية دولية لمتابعة ومراقبة هذه الحقوق في هذه المنظمة من خلال توسيع صلاحيات المينورسو في شانيا سوري حصى رئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس بشار الأسد على أن تبذل الحكومة السورية كل ما بوسعها لتخفيف معاناة المدنيين وفي اتصال هاتفي بين الرئيسين قال بوتين أن الأسد قدم تقييما إيجابيا لاستعداد حكومته إرسال وفد للمشاركة في محادثات السلام المقترحة وقال الكريملين أن بوتين وبشار الأسد ناقش خطة عقد مؤتمر جناف للسلام في سوريا والتقدم في مجال نزع الأسلحة الكيموية السورية قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن مقاتلي حزبه باقون في سوريا لمواجهة الهجم الدولية الإقليمية التكفيرية على البلد حسب تعبيره وفي خطاب نلقاه في ذكرى عاشرة أكد نصر الله أن وجود حزب الله في سوريا قائم ما دمت الأسباب قائمة لم تكن معارك والقصير وريف دمشق والغوتة وحدها الدافع ليظهر حزب الله جزءا من دولته على أرض سوريا كلام يؤكده الخطاب حسن نصر الله من لبنان حين قال إن مقاتلي حزبه باقون في سوريا ما دامت الأسباب باقية نصر الله الذي خرج في إطلالة علنية نادرة وسط عشرات الآلاف من أنصاره تجمعوا في الضحية الجنوبية ببيروت إحياء لمراصم عشراء قال إن وجودنا يأتي بهدف الدفاع عن لبنان والقضية الفلسطينية وسوريا خطاب الزعيم الشيعي الذي ورد في أحد مقاطعه أن حزب الله يساعد الأسد على مواجهة الهجمة الدولية الإقليمية التكفيرية على البلد تناقضه مشاهد هذا الفيديو لعناصر من ميليشياته وهم يقتلون جرح سوري نابد من بارك وفي نفس الوقت دعي مفرضية أن ما يحدث في المنطقة تفوح منه رائحة الطائفية وتصفية العرقية ممدوع أن تحددوا معالم المستقبل للبنان نصر الله لم يغفل تدعية تدخل مقاتليه في سوريا على المشهد اللبناني ووجه رسالة إلى معارضيه في الداخل أن من يتحدث عن انسحاب حزب الله من سوريا كشرط لتشكيل حكومة لبنانية يطرح شرطا تعجيزيا دول الخليج الطرف الآخر في المعادلة خاطبها حسن نصر الله قائلا افهموا جيدا أن البديل عن الاتفاق بين إيران والغرب هو الحرب الحرب متواصلة عندما يخطب نصر الله من لبنان في وقت تعبث أياديه في سوريا إلى جانب أيادي أخرى لقوالها مآرب في المنطقة لا يزال الشعب السوري وحده من يدفع ثمنها بمزيد من التقتيل والانتهاكات طالبت الفصائل الفلسطينية رئيس محمود عباس بالانسحاب من المفاوضات بشكل نهائي لا سيما بعد إعلان نيتنياهو مواصلة الاستطان يأتي هذا بعد استقالة فريق المفاوضين الفلسطينيين ورفض محمود عباس هذه الاستقالة وإعلانه تعيين فريق نهر في وقت ظلت فيه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تراوح مكانها قدم طاقم التفاوض الفلسطيني استقالته للرئيس محمود عباس احتجاجا على مواصلة إسرائيل الاستطانة وتعثر المفاوضات بعد 14 جلسة عباس الذي رفض الاستقالة يحاول حملة طاقم التفاوض الفلسطيني على العودة عن القرار فعلا الوفد قدم استقالة الرئيس ابو مازين الرئيس ابو مازين رفض الاستقالة ونحن مع رفض هذه الاستقالة ولكنها جاءت تحت الضغط النفسي الذي واجهه في عملية المفاوضات التي مضح عليها أكثر من ثلاثة أشهر دون أي تقدم يذكر وفي ظل تلك الأجواء الملبدة بغيوم المواجهة سارعت الفصائل الفلسطينية إلى التشكيك في جدية استقالة طاقم التفاوض داعية إلى الانسحاب من المفاوضات وليس اعتماد المناورة المطلوب الآن هو الانسحاب من المفاوضات وليس الحديث عن استقالة لوفد في إطار أنا أعتبره لعبة سياسية وبالتالي الرد على جرائم الإسرائيلية هي بوقف المفاوضات والانسحاب منها لأن الموضوع ليس موضوع استقالة والعودة عن الاستقالة وتشكيل وفد جديد للمفاوضات الإطار التفاوض ككل هو مرفوض وبغد النظر عما ستأول إليه تطورات الأوضاع فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو عاد ليؤكد من جديد عزمه بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ليدق المسمارة الأخيرة في نعش السلام يجمع الفلسطينيون على اختلاف مشاربهم على أن استقالة الوفد الفلسطيني المفاوض ليست أكثر من مناورة في استباق لفشل مؤجل لتلك المفاوضات فالح نصير فالح اتزير تيفي رام الله المحتلة قادت محكمة المصرية بالسجن 17 عاما على 12 طالبا من مؤيداء رئيس المعزول محمد مرسي بتهم تتعلق بأعمال عنف في مشيخة الأزهر نهاية الشهر الماضي وحدثت المحكمة مبلغ 9200 دولار أمريكي ككفالة إلى حين الفصل في القضية بشكل نهائي في سياق آخر وفي مؤتمر صحفي مشارك لوزير الخارجية المصري نبيل فهمي مع نظره الروسي سيرجي لافروف الذي يقوم بزيارة تاريخية إلى القاهرة قال فهمي عفوا إنه ليس من المستهدف أن تكون روسيا بديلا لأحد في إشارة إلى تعويض موسكو لواشنطن لسياسة الخارجية المصرية إلى الرياضة رفقا بوزيري شبابي والرياضة محمد تهمي ورئيس اتحاد كرة القدم محمد روراو زار الوزير الأول عبد المالك سلال أمس مركب تدريب الخضر بسيد موسى بالعاصمة بعد تلقيه عرضا بشأن تهيئة المركز وتوسيع أرضيته من قبل محمد روراو أدى عبد المالك سلال زيارة مجاملة لرفقاء عبد المجيد بوغررا كما تناول معهم وجبة الغداء وأصاهم بتحقيق الفوز على المنتخب البوركينابي والتأهل إلى مونديال البرازيل وسوف يعقد المدرب الوطني وحيد حالو لزيتشند وصحفية اليوم بقاعة المحاضرات بملعب خمسة شوية بالتوفيق للمنتخب الوطني في هذه المباراة الحاسمة وفي السياق نفسها أيضا قبيل أيام من مباراة الجزائر وبركينافاس تشهد مدينة البوليدة ألحظ هذا اللقاء حركة غير محودة بحيث تزينت بألوان العالمي الجزائري وبالتفاؤل الذي رصدته لكم قناة الزائر من خلال هذه التعليقات إن شاء الله يربحوا إن شاء الله برب يربحوا يربحوا كاتا زيغو بسنا غير آن زيرو برك نربحو آن زيرو هذا وشكاين وإن شاء الله نروحوا لكوبديموند ونروحوا لبريزيل ونفرحوا الشعب الجزائري إحنا الله الجيري هذه ما خلت فينا أولو أخويا رانا ندعموا فيهم رانا بالحاذر العلامات الدرب بوات الكاشنيات ورانا مع الله الجيري أخويا إن شاء الله نربحوا إن شاء الله نتخاليفه وليكوبديموند ونشاء الله نروحوا ونتبعوا ونحبت إن شاء الله يربحوا إن شاء الله ثلاثة بزيرو إن شاء الله وسمو مطمور بس كنتخل مع مامو صور رائعة كلنا مع الخضرة وننتظر هذا الموعد بشغف كبير إلى أخبارنا الطريفة تحتفل مجموعة من الشباب في مادريد باستعمال آلة موسيقية لكن من أين صنع تصوره هي مصنوعة من الخضر نعم من الخضر في عيد الأوكيسترا النباتية نتابع موسيقى 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 غربة ممسوجة بالإبداع نصل بكم الآن إلى فقرة قالت صحف موسيقى نقرأ في صحيفة الخبر في إحدى مقالاتها الجزائر تخفض مستوى تمثيلها في قمة الرباط حول الأمن الصحيفة كتبت خفضة الجزائر من حجم ومستوى تمثيلها في أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود المنعقد منذ أمس في الرباط بالمغرب حيث اقتصر على مشاركة السفير الجزائري في المغرب في وقت كان لقاء مخصصا لوزراء الخارجية والوزراء المكلفين بإدارة الملف الأمني وهو ما يمثل أول رد فعل ملموس للجزائر على مسألة التعدي على قنصليتها وتمزيق العلم الوطني في الدار البيضاء تقول الصحيفة في موضع آخر الشروق تقول الأئمة يحذرون من المدى الشيعي ويدعون لمحاصرته الصحيفة تقول التشيع أصبح أمرا واقعا هكذا أجب بصراحة وجرأ رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة جمال غول في رده على استفسار للصحيفة قائلا بأن المعطيات التي يحتكم إليها تنظيمه تفيد بأن المذهب الشيعي في الجزائر أضحى خطرا حقيقيا لكونه لا يخضع لهيئة أو منظمة دولية تمكن من إحصاء أتباعه ومعرفة طبيعاتهم لكنه أكد بأن المذهب الشيعي ينتشر بكثرة في بعض الولايات الغربية وكذا ببعض الأحياء الفقيرة في العاصمة أما أبرز عنوين الوطن الأطباء الذين تجاوزوا سن السبعين مجبرون على التقاعد الصحيفة تقول أحيل على التقاعد أكثر من سبعين رئيس مصلحة تبية بالمستشفيات تجاوزوا سن السبعين حسب المرصومة تنفيذية الوزارية الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال الذي يقضي بإحالة الاتباء على التقاعد الذين تجاوزوا السن السبعين حتى الواحد والثلاثين أكتوبر من عام الفين وثلاثة عشر نقرأ في صحيفة القدس العربي مقالا بعنوان نصر الله حزب الله ذات بسوريا لمواجهة التكفيريين حيث دع الرئيس اللبناني ميشيل سليمان إلى حماية البلدات اللبنانية تقول الصحيفة التي تعرضت أمس الخميس لغارات وسواريخ سورية والتصدي لمصادر الميران وتضيف الصحيفة حسب البيان بعد ظهر أمس أن سليمان تابع مع قائد الجيش العماد جن أهوجي تفاصيل تطورات الأعمال الحربية التي طالت مناطق عرسال والهرمل والنبيشيت وأضغط البيان أن سليمان شدد على ضرورة أخذ الإجراءات والتضابير اللازمة لحماية المواطنين والبلدات اللبنانية ومنع الاعتداءات عليها وتصدي لمصادر الميران أما الشرق الأوسط فتكتب مشكلة أكراد سوريا لن تحل بأجراءات أحدية الصحيفة تقول بعد أيام من إعلان حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي سوري عن إدارة محلية مستقلة عن المعارضة السورية أكد السفير الأمريكي لدى سوريا روبيرت فورد أن بلاده تدعم وحدة سوريا وحذر أكراد سوريا من أن قضاياهم لن تحل بإجراءات أحدية تقول الصحيفة ونقرأ في الحياة اللبنانية أن مصادر في المعارضة السورية قالت لها إنها لاحظت بعض المرونة في مواقف موسكو من الأزمة السورية خصوصا لدى حظ الرئيس فلاديمير بوتن الرئيس بشار الأسد على تخفيف معاناة المدنيين وتأكيد موسكو على التزام مواعد إزالة ترسان الكيموية إضافة إلى ذهاب نائب وزير الخارجية الروسية ميقائل بوغدانوف إلى اسطنبول للقاء قيادة الاتلاف الوطني السوري المعارض أهلا بكم من جديد ما رأيكم أننا نبدأ في تصفح أهم جاء من الصور عبر الفيسبوك في فقرات فيس نيوز مشاهد من الجزائر ومن العالم نرسدها لكم من خلال التصفح موقع التواصل شماعي فيس بوك وأقمنا باختيار أهم الصور لهذا اليوم نبدأ بالصورة الأولى الصورة الأولى كما تشاهدون الآن الصورة هي هذه المشاهد ليست لدمار أو دماء إثار انفجار أو حرب بينما يظهر مظاهرات الشيعة واحتفالهم بيوم عشراء بحيث خرج العشرات من العراقيين الشيعيين الشوارع وهم يقومون بتعذيب أجسادهم وتمزيقها هذه التوكوس الغريبة مست حتى الأطفال كما تظهره في الصورة يعني صورة جد مقززة نوعا ما الصورة الثانية التي قمنا باختيارها تزامنا مع مباراة الجزائر وبوركينافاسو بدأ العدو التنازلي وبدأت أيضا لوحات التي تصنعها الجزائر العاصمة من خلال التظاهر واكتساء العالم الجزائري كما تظهر هذه الصور التي تنقلها المشاركون عبر الفيسبوك إلى صورتي الثالثة هذه المرة من بينغلادش على عكس فيضنات وعصار الفلبين جثاف يضرب بينغلادش وتبين الصورة الحياة الصعبة التي تنغس من حياة البنغلادشيين بحيث تظهر سيدة في رحلة البحث عن قطرة ما الصورة لقيت الكثير من التعاطف ونشرها عبر الفيسبوك إلى الصورة الرابعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالضبط إلى قطاع غزة ومع دخول موسم البرد والأمطار بدأ التخوف يزداد في غزة من أزمة انقطاع تيار الكهربائي ونقص مادة البنزيل الذي يحدث في وقت ما يزال فيه معبر رفع مغلا إلى الصورة الأخيرة نعود بكم من الجزائر الصورة من الجزائر مع الحديث عن إطلاق خدمات الجيل الثالثة التي انتظرها الجزائريون فضل أحد رواد الفيسبوك نشر هذه الصورة التي تبين صور لعمال البريد في إصلاح بعض أعطاب الهاتف لكن بطريقة تقليدية جدا تجعل التساؤل يطرح في إمكانية خوض الجزائر خدمة الجيل الثالث أو من عدمها ناية دولتنا الإخبارية صباح جزائر جمعة مباركة في أمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر